خلينا نشوف الطاقة تبعة برج القوس كيف حتكون شو مركز تفكيرهم هاي الفترة محور تفكيرهم افعالهم الطاقة بشكل عام لبرج القوس برج القوس من الابراج الناجحة جدا بالحياة اه طلع لك نفس الكرت اللي قبل شوي رح يكون شهر عاطفي بامتياز خلينا نقول ممكن يدخل شخص جديد لحياتك يشرق لك قلبك او فيه معجب معين لو فترة عم بيحاول معك انت عم تعطي الفرصة هاي الفترة اه ممكن يكون هذا الشخص اصلا قديم ويرجع يقدم لك اه كاس الحب من جديد فرح تكون اهتماماتك اكتر اشي هاي الفترة في الامور العاطفية او طاقتك رح تكون مركزة على الامور العاطفية خلينا نشوف ازا بهاي الفترة شو ممكن الورق يكون نخبيلنا لبرج القوس ان شاء الله تكون ورق ايجابي نبرج القوس بستاهلو كل الابراج بستاهل طبعا ان شاء الله تكون مركزة على الامور العاطفية في قرار يا برج القوس لكن كتير مأجله بتوقع انه على الصعيد العملي وحتى ممكن يكون على الصعيد العاطفي ولكن رح تاخده في هاي الفترة خليني اذكر الطاقات قبل ما انسى في عنا برج الاسد برج التور برج الحمل ممكن يكون ميزان هذا البرج كمان في عندك هوائية طاقات هوائية طاقات هوائية كتيرة في عندك اكتر اشي وفي ترابية في مائية فهذا بشكل عام القراءة ممكن تكون عكسية حبايب اذا كانت عاطفية وهي عامة بالعموم يعني ممكن تنطبق عليك وممكن ما تنطبق عليك فعادي جدا هاي مقراءة خاصة قراءة عامة شايفتلك امنت لشخص يعني كتير 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 بالفترة الماضية وهذا الشخص ما كان قد الثقة هاد الشخص خلينا نقول مش غدر فيك لأ ما كان قد الثقة مش لهالدرجة انه غدر فيك يعني ما بتوقع انه غدر ولكن ما كان قد هاي الطموحات اللي انت كنت بانيها عليه شايفك من بعد ما اعطيته كتير اهمية وكتير كزا شايفك لا اخدت خطوة لورا بعد هيك او عم تاخد خطوة لورا عم بتراقب الامور من بعيد وهذا اشي كتير عقلاني اشي كتير ممتاز عم بتقيم الامور بعيدا عن القلب والعواطف عم بتكون بتشغل قلبك وعائلك هاي الفترة مع بعض عم بشوف احيانا بتكون عندك طاقات سلبية مثل حسد عم بتكون العين عليك كتير يا برج القوس اه انت بتراقبه والله وهو براقبك فيه شخص ممكن يكون في العمل او في العاطفة انت بتراقبه وهو براقبك انت بتهتم لشأنه وهو بيهتم لشأنك فيه مراقبة ما بين المواضيع اه فيه محكمة معينة رح تكون النتيجة اه فيها لصالحك انت اكتر اه شايفك اه فيه عندك كارمة او فيه عندك انت صار من بعد معركة مع هذا الشخص هذا الشخص ممكن يكون في العمل وممكن يكون في العاطفة شايفيت لك انه رح يكون فيه رجوع لحق الرجوع حق للك من بعد هاي المخاصمة او من بعد اه ما تاخد فيه حق منك فيه عندك كمان غير موضوع الكارمة فيه عندك اه رزقة معينة جاية من اه من اه من اه شغل جديد من اه مشروع جديد ممكن تكون اه ممكن تكون اه ممكن تكون من نفس العمل اللي انت اه اه فيه لانه شايفيتك عم بتركز شوي كمان على المادة هاي الفترة عم بتحاول تحوش عم بتحاول بدك اما تشتري مسكن اما تعمل شي مفيد اه اه اكتر عم بتحاول توازن ما بين العاطفة والعمل من بعد فترة ما كنت كتير عم تهتم بالعاطفة اكتر من العمل عم بشوفك كتير عم تتوازن بين الامور بتوازن بينها شايفيت لك اه فيه شخصين او تلات عم بنقولو لك اه كلام مش مزبوط عم بيحكو لك شغلات مش مزبوطة او هم اه عم بيحسدوك يمكن او عم بيحكو عليك كمان بشكل مش مزبوط ممكن يكونوا من ابراج اه هوائية او ترابية فكون حذر من هدول اه الاشخاص كمان هذا الكرت ممكن اشوفه انا اه عاطفي خاصة انه هذا اجي فوقه في شخص اه بيرقبك في شخص بيحبك اه كتير اه ولكن ما عم بيصهر هذا الموضوع ولكن قريبا رح يجي ويقدم لك كاس الحب خلينا نقول او العواطف اللي كنت استناها منه ولكن وقتها رح تكون انت شوي مسكر قلبك شوي اه شوي اه شوي يمكن ترفض هذا الموضوع انا حاسة فمش عارفة حاسيتك مش مرتاح لهذا الشخص او لرجوع هذا اه الشخص او لوجوده حتى في حياتك خلينا ننسح كمان على العاطفة شفت كمان بالورق فيه اه سفر فيه سفرات مش سفر لبرج القوس وفيه نجاح على الصعيد العملي الدراسة اكتر اشي فيه نتائج حلوة بالدراسة لبرج العقرب لبرج القوس اسفر في اول فترة ممكن تكون شوي حزين ممكن شوي تكون آآ شهر عاطفي ببي امتياز شو شو طلع لك يعني احلى من هيك ورا ما بتوقع انه يجي عم بيكون في أكتر خلينا نقول مشاعر بتزداد قوة بينك وبين الشريك في أمور ما كنت أعرفها هو رح يصار حك فيها مش إنه كان يخفيها ولكن كان مستحيح يمكن يحكي لك إياها أو كذا بس الشمس رح رح تشرق على علاقتكم شايفيتك منتصر في هذا الموضوع وكأنه مش أنت اللي رح تعمل الأكشنز مش أنت اللي رح تشتغل من بعد ما شتغلت كتير على هاي العلاقة خلاص تعبت ووقفت فشايفي أنه الطرف الثاني هو اللي رح يشتغل على الموضوع أكتر شايفي في طرف تالت عم بتفرج من بعيد لكن مش عاجبه الموضوع والسعادة اللي بناتكم فشايفيتك ببداية الفترة شوي كنت مكتئب ولكن مع الوقت في هذا الشهر اللي ذكرنا هاي الفترة عم تتحسن الأمور النفسية عم بتحس أنك متملك الشريك وفعلا رح يكون بين إيديك وهذا الكرت ممكن يكون على فكرة مشكلة عندك بالشاكرات أو مشكلة يعني طاقة سلبية ممكن أنت تكون مش حاس عليها أو مش عارف أنه عندك طاقة سلبية يعني تشيك تستشفي إذا كان موجود هذا الموضوع عم بشوفك إذن منتصر في العلاقة العاطفية وفي بداية جديدة للعزاب بداية حلوة ممكن تكون من شخص برجه ترابي أو ناري شخص عم بيقرب شوي شوي منكم فحلو أنه تعطوه فرصة هاي الفترة شوف العقل الباطن لإلكم شو هاي الفترة رح تكونوا مركزين على شو أكتر شي محور تفكيركم أو الأمور اللي شغل بالكم أكتر شي الموضوع العاطفي شايفي أنه رح يصير فيه مثل تلاحم بينك وبين هذا الشخص في هاي الفترة عم تحكي له شغلات ما كنت تحكي له إياها هو عم يحكي لك شغلات ما كان عم يحكي لك إياها فعم بشوف تقارب عم بشوف مثل إصلاح للموضوع مثل تطور فشي كتير عم بشوفه حلو هو عم بحاول يتم تلكك من بعد ما خسرك أو من بعد ما خاف أنه يخسرك كرت حلو شوف إذا فيش تحذيرات لبرج القوس هاي الفترة صي ما قلت لك في عندك طاقات سلبية أنت محتاج أنه تنظفها بحالك ممكن تكون حسد عين سحر ما بعرف أي شي بس شايفتك عم بتكون على خير هاي الموضوع هاي الفترة عم بتحاولوا هاي المحاولات عم بتجيب نتيجة إيجابية فهذا التحذير كان آآ بالنسبة لإلق نشوف شو ممكن يعطينا مصيحة أو بشارة أو أي شي شوف شايفتك عم تدخل آآ الروحانيات أكتر عم بتطبق قانونيات أكتر الجذب يمكن عم تتعلم بهذا الفيلد عم بتكون بهاي الفترة بتحاول تكون بروفيشنال فيه أو بتحاول تتعلم كتير كيف بيكون كيف بتكون القانون الجذب كيف الطاقة الكونية بتشتغل آآ فعم بشوفك بتفوت في هاي الأمور الروحانية كتير 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 يا برج القوس وهاي بالفعل رح يعني إنت بحاجتها بالفعل هاي الأمور فأنا بشجعك على هذا الموضوع طبعا والوراء بشجعك بجينينج أن يو سايكل رح تبلش دورة جديدة دورة كلاياتها خلينا نقول حيوية أخبار حلوة سايكل حلوة رح تنتهي يمكن من فترة الاكتئاب أو الأحزان أو اللي أجوك ورا بعض ورا بعض كلاياتهم فبداية حلوة عم بقولك في بداية إما مع شخص معين أو بشكل عام بداية جديدة في حياتك كرت كتير حلو بقولك في أحلام أو شغلات أو أمنيات أنت كنت عم تحلم فيها وعم تتحقق هاي الفترة بس المطلوب منك اللي هي الطاقة الإيجابية والتفاؤل وعدم السوداوية عدم التشاؤم يعني من هذا القبيل وحبايد بورد الخوف